الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد المحبين العاشقين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب قلوبنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم وبعد يقول الله تعالى يحبهم ويحبون حب الله عز وجل أمر غريب عجيب هو ليس كأي نوع من أنواع الحب أبدا حب الله عز وجل حب ينبغي أن يخالط فيك أخي المسلم وفيك أخي المسلمة الدمى والخلايا والعض أن لا يدع شيئا في كياننا إلا ويحل فيه حب الله سبحانه وتعالى علمنا إياه حبيبنا ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كما تروي لنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما طلب منها الحبيب الأعظم ذات يوم فقال لها يا عائشة ذغيني أتعبد الليلة لربي قلت والله إني لا أحب قربك يا رسول الله وأحب ما سرك قالت فقام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت فلم يزل يبكي حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام فجاء بلال رضي الله عنه وأرضاه يؤدنه بالفجر فلما رآه يبكي هذا البكاء قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر انظروا يا معاشر المسلمين هذا رسول الله الذي أنزل الله تعالى عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يدعو زوجته الفتاة التي في ريعان شبابها ويرى أن صيلته بمحبوبه رب العزة سبحانه وتعالى أبلغ وأعظم ليس من الزوجة فحسب بل من الدنيا بما بيه ويقوم يصلي ويبكي حتى يبل حجره ولحيته والأرض لما كل هذا البكاء يا رسول الله قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله هذا الحبيب الأعظم بالرغم من أن ربنا سبحانه وتعالى قد غفر له ومع ذلك هو يضاعف العبادة والتقرب من الله عز وجل وذلك لما ورد لئن لم أخلق جنة ولا نارا أفلا أكون أهلا أن أطاع أفلا أكون أهلا أن أعباد اللهم بلى اللهم بلى ولذلك فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا قال لنا فيه رب العزة سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذا الحبيب الأعظم يمضي الليل كله وهو يصلي ويبقي هذا هو حب الحبيب الأعظم لله تعالى أين حبك أيها المسلم لله عز وجل أين حبك أيها المسلمة لله تبارك وتعالى هناك امرأة مسلمة أحبت الله تعالى مقتدية برسول الله عليه الصلاة والسلام كلنا يعرفها رابعة العدوية صحمها الله قال كانت رابعة تأتي إلى زوجها تقول هل لك بي من حاجة فإن قال نعم أدت له حاجته فإن قال لا تستأذنه قال فتقوم فتصلي حتى يطلع الفجر وهي تناجي الله تعالى وتبتل من مناجاتها لله عز وجل أبيات ربما بعضنا سمعها وهي في غاية الذوق الروحي والقلب لمعنى المعية الإلهية أو لمعنى الحب لله عز وجل تقول عرفت الهوى أي الحب الحقيقي عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي على من عاداك من عاد الله تعالى ليس له طريق إلى قلبي أبدا كائنا من كان وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولس لا نراك أحبك حبي حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك لم تشتغل بأحد وإنما تشتغل بذكر الله تعالى وأما الذي هو أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك هذا حب امرأة لله عز وجل أين حبك أنت أيها الرجل لله تبارك وتعالى أين حبك لله تعالى يتجلى في علاقاتك مع عامة الناس أين حبك لله تعالى أعني مراقبته تراه معك في بيتك تراه معك في شارعك في الجامعة في المدرسة في المؤسسة في المعمل في الجامع أينما كنت الله معي الله ناظر إليه الله شاهد ورقيب عليك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الضمأ الشديد وصل اللهم وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم على حبيب قلوبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام عليكم